الحقيقة الأهم أو النقطة اللي بتمنى أنه يتم استغلالها بشكل كبير جداً هي أفضلية أنه مباراة الزهاب في المغرب بعد خسارة الوداد للدوري يعني إيه؟ يعني ده أعتقد بيمثل ضغط على لعابة الوداد شوية وأريحية لعابة النادي الأهلي شوية ليه؟ بقول الكلام ده لأنه الوداد ما عندوش بديل غير أنه هو يحقق نتيجة إجابية بالنسبة له والنتيجة الإجابية اللي بيتمنىها هو أنه يحسم المباراة بالمكسب وبالنسبة له طبعاً لقدر له يفضل يكون بعدد كبير جداً من الأهداف أي حاجة عكس كده تمثل ضغط كبير جداً على لعابة الوداد وبالتالي هو ظهره للحيطة زي ما بيقوله يعني هو مطالب أنه هو من اللحظة الأولى يبقى بيلعب على مكسب ومكسب مريح ده أعتقد أنه يصبه في مصحة النادي الأهلي المفترض اللي يكون أهدأ عصاباً مفترض أنه هو يستغل حالة الاندفاع حالة العصبية شوية اللي هتكون موجودة عند فرقة الوداد ويبتدي مستر موسيمان يلعب على ناحية دي ويلعب على الأخطاء ويلعب على المرتدات وأعتقد عندنا يعني الشحات وجيرالدو لو فيقين أعتقد ممكن المباراة دي بظروفها الخاصة يبقى ليهم دور كبير جداً وممكن يمثلوا تهديد كبير على فريق الوداد ومن مصلحتنا أن الوداد بيلعب من غير جمهور طبعاً ده بالتأكيد الوداد ده قوي جداً بردو بصي كل شمال أفريقيا كل فرقة شمال أفريقيا جمهورها متعصب كورة وجمهورها حماسي جداً وجمهورها بيمثل إضافة لفرقته ضد أي فريق بيلعبهم بس زي ما إحنا برضو مش هلعبهم قدام جمهورهم هم للأسف الشديد يعني كنا نتمنى أن الجمهور الأهلي يبقى حاضر فيه مباراة قبل النهاية لكن للأسف شديد طبعاً يعني حتى اللحظة ما فيش جديد الجمهور مش موجود